الواضح طبعاً واللي أنا متأكد منه هو الموضوع جنائي بس المضحك المبكي إذا وصلنا إلى مرحلة الجرائم الجنائية توصل إلى هذا المستوى من التقنية فإحنا وصلنا إلى مرحلة ما يجري في كولومبيا أو في المكسيك يعني سواء كارلوس أو غيره أو دول المجرمين اللي قرأنا عنهم يعني كانوا مثل أساطير أما من توصل عبوة بديليفري بنقطة معينة ويفتحوها ثم تنفجر العبوة يعني هذه حقيقة كارثة أنا ما اعتبره جنائي يعني هسا إحنا جنائي أوكي الموضوع يعني جنائي طبعاً بالمناسبة الشخص اللي ظهر طبعاً هناك خلي أطمئن يعني جميع القصة كلها موجودة عند الأجهزة الأمنية وديتابعون أرقام التليفونات وفي جهود حتيثة حقيقة من أجل أن يوصون إلى الحقيقة بالمناسبة الموضوع بأوليات يعني لا تتوقعون بأنه الموضوع أتى بهالصيغة هاي لا موجودة بأوليات والقوات الأمنية عندها هاي الأوليات لكن لسرية التحقيق الآن خلينا نهدأ بس لكن الآن يقول لك قيات عمليات بغداد والبقية والاستغفارات متابعين الموضوع بشكل مكتب جداً لأن أكون شوهداء أكون منتسب شهيدة أكون يعني هو بتكتل خطية استشهد راح هذا يعني معرف شنو القضية لكن أنا هذا ما أسميه جنائي للأسف وهنا النقطة وهنا النقطة أستاذ سرمد الحديث اليوم عن أنها جنائية لكن الأمر عندما يتعلق بأشخاص في جهاز دولة وأيضاً في شخص لا علاقة له بكل ما جرى ألا يتحول الأمر ربما بحسب خبرتك وأنت الخبير الأمن الاستراتيجي إلى أمر يخص الإرهاب إرهاب واضح شلون شكل الإرهاب يصير بعد إحنا عايشنا الإرهاب كلتنا أنا وأنت والمشاهدين كلتنا عايشنا الإرهاب وضربنا الإرهاب وتأذينا من عنده سواء بعبوات أو بإطلاقات نارية هذا المستوى من العمل يعني اترك اليوم أنا عداوة وفلان من الأشخاص أرمي علي رمانة يدوية هذا شنو حادث جنائي؟ لا هذا إرهاب إرهاب حتى من ترمي على بيت حتى من نصير بعض الأحيان نزاعات داخل مناطق والله كله إرهاب إرهاب شنو؟ إرهاب المواطن إرهاب الرعب هذا يدي يصيبه ومنه لعنده القابلية؟ منه لعنده القابلية؟ آني هذا السؤال أسأله يسوي عملية مثل هذا التكنيك هذا إنه هدية والهدية خليه بشرك بيها شاشة عطر بيها شاشة عطر بالبداية شاشة عطر ويسحب شاشة العطر وتنفجر جواها منه هذا يعمله؟ هذا إلا خبير متفجرات منه نعملها؟ آني عندي قابلية لو غيري لو ماكو إذن هذا خبير متفجرات عمل وثم الأخ المصاب يقول اتصلوا بيه إذن أنت تعرف منه من وراء الحادثة؟ هو يعرف بالمناسبة لكن أيضا هم راح نحذر ونقول الإنسان يجب أن ينتبه من التليفونات الغريبة من العلاقات المفاجئة اللي يصير عنده من الناس اللي يدخلوا له فجأة بحياتهم هذا كلها إحنا نحذر بيها لأنه العالم ليس مثل قبل على بساطتها لا العالم بدأت تدرس وبدأت تشوف ويبتكرون طرق في الوصول إلى الضحية مالتهم كثير من الأمور يعني اتطورت في الوقت الحاضر لذلك يجب أن نكون حاضرين يعني أنا صح هو سبغة جنائية لكن هو عمل إرهابي موسيقى 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 موسيقى